اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة تشهد تطورا ونماء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وأشر الوزير إلى أهمية توطيد أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويعود عليهما بالخير والمنفعة جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة بسعادة السيد وانغ وانتاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية حيث وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التجارة الثنائية وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين الصديقين إلى جانب استعراض الفرص المتاحة في قطاعات التجارة وتبادل الخبرات والتقنيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأشهد وزير الصناعة والتجارة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية والصينية من مستوى متقدم لا سيما بتعزيز القطاع التجاري مشيرا إلى إمكانيات التعاون المتاحة في عدد من المجالات التجارية والصناعية وضرورة تبادل الخبرات والتجارة المتقدمة والاستفادة منها بدوره أكد وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية الحرص على تنمية أوجه التعاون خصوصا القطاع التجاري مع مملكات البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر